مرحبا حبيبي أصحاب برج الجوزة شلونكم إن شاء الله تكونون بخير اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزة أقم ممكن تمتد للأسبوع الثالث أيضا وممكن تمتد للشهر كله لأنه نقرأ طاقة فلا تحددون طاقة بوقت ممكن الأحداث تمتدوا إياكم قبل من نبدأ القراءة اشتركوا بالقناة إذا شنتم ما مشتركين وسووا لايك إذا عجبتكم القراءة وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات وكتبوا لي شون القراءات الجاية اللي حابين نسويها أو الفيديوهات سواء كان اختار كرت أو اختار حرف كتبوا لي بالتعليقات أنا راح أقرأ وأشوف أكثر الأشياء اللي أنتوا طلبتوها من أكثر من الشخص وراح أسوي لكم الفيديو اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزة راح نقرأ الطاقة العامة لبرج الجوزة نقرأ الصعيد العاطفي الصعيد العملي الصعيد الصحي والصعيد العائلي يعني ممكن نقول حالة حالة نقول يعني الشهر وبصورة عامة إليك لأن القراءة ننسب عدنا بداية الشهر فممكن تكون يعني نظرة نلقيها على أخبار الشهر كلها بداية برج الجوزة طلعت لي ورقة غريبة جدا شوي يعني لفتت انتباهي بالفترة الحالية أشوف البعض من برج الجوزة عندهم نوع من عدم الثقة بالنفس أكو شيء أو رحيل مفاجئ فقدان مريت بي أو حتى انتقال ممكن نقول من مكان المكان أو من علاقة العلاقة أو ممكن يكون أكو شخص طلع من حياتك فجأة طبعا هاي قبل ما أحشى الطاقة العامة بس بصورة عامة أكو شيء لفت انتباهي فحبيت أنه أقوله قبل ما أبلش بالقراءة بطاقة العامة الموجودة هي ورقة البعض منكم يا برج الجوزة أشوف رحيل هذا الشخص المفاجئ أو تصرفاته نوعا ما وياكم سببت لكم عدم الثقة بالنفس أكو اتزاز بالثقعتكم البعض منكم ممكن يكون حاليا مقانع عن وضعه مقانع عن شكله بصورة عامة حتى شون نقول يعني يأثر عليكم نفسيا البعض منكم ممكن محا بحالة يعني شون شكله أو مظهره بصورة عامة كله هو ممقتنع به ده يحاول أنه يغير من نفسه التغيير طبعا إيجابي ولكن سبب التغيير هو شخص هذا الشخص أشوف ممكن أكو كلمة حشاهة وهاي الكلمة هي اللي خلتكم أنه تفقدون ثقتكم من نفسكم وتنقلبون رأسا على عقد مع أنه برج الجوزاء مو من سهولة أنه شخص يأثر علي بكلام بالعادة هو اللي يحب يحكي دامن وثرثار بس أكو شخص أما قال أو تصرف تصرف اتجاه برج الجوزاء خل برج الجوزاء بالفترة الحالية تقريبا ثقته بنفسه ما أقول شبه معدومة وإنما مهزوذة فهو ده يحاول أنه يجمل نفسه في سبيل أنه ثقته ترجع له مو حتى هو يتغير أو يسوي تغيير إيجابي بحياته للأحسن لا وإنما ممكن حتى يخلي هذا الشخص اللي يحكي هاي الحكاية أو تصرف هذا التصرف ينتبه إليه هذا الشي غلط يعني ركزت على هذا الشي بالبداية قبل ما أقرأ لأنه بصراحة الورقة هوايش ردتني فيعني برج الجوزاء أنت مو شخص قل لك كلمة أثر عليك إذا أكو شخص قل لك مثلا أنت محلو أو أنه أكو أوه شن هذا العيب اللي بيك مو شرط هو يكون صادق ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قل لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك أو يقلل من قيمتك أنت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص وما تثبت لهذا الشي فخلي ثقتك بنفسك عالية أنت أساسا يعني متجدد دائما و جميل فإذا أكو أحد قل لك هيك كلمة أو ممكن تكون الطاقة بعده يعني هسما متحققة ممكن شخص بالفترة الجاية راح يجي راح يحتيو ياك هاي الكلمة فإذا بعد هذا الشخص مظاهر بحياتك وما حان شي أو ما تصرف هذا التصرف ومثلا هو تركك وراح الشخص وجوز أنت رحت وراه بعدين أنه هنا عندك طاقة مراقبة راقبت وشفت الشخص اللي هو راح وياه ممكن شفت أنه هو شخص يعني حلو أو مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذبية فهذا الشي يسبب لك قلت ثقة بنفسك أنت العيب مو بك أنت ما بك عيب ومو شارط ذات شون هذا الشخص يعني أجمل أنه هو أحسن منك أكو أشياء ما تنقاس بالشكل تنقاس بالروح فالبعض منكم محتاج يسوي استشفاء محتاج أنه يرجع ثقة بنفسه مثل الأول وأكثر بعد هذا الشي كلش ضروري لأن راح يأثر عليك مستقبلاً أساساً على الوضع العاطفي هذا الشي مأثر عليك أنت ما قاعد تقدر أساساً تبدأ بداية جديدة راح أحكيكم إياها بالتفصيل من نوصل للوضع العاطفي هل سيخلونا نبلش بالطاقة العامة لبرج الجوزاء طبعاً هاي ورقتين طلعوا لي بالبداية أول ورقتين إلك واني خلط الأوراق وحبيت أركز عليهم لأنه حسيت أنهم مهمين الطاقة العامة إلك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية الآن أشوف أنه عندك طاقة مراقبة عالية لشخص تحس أنه هذا الشخص عنده إسرار هذا الشخص ممكن تحس أنه هو عنده طرف ثالث بعض منكم هو فعل أن هذا الشخص عنده طرف ثالث وأنت أساساً هذا الشي راح تكشفه عن قريب إذا ما كشفته إن هاي الطاقة الحالية فممكن أنت تكون كاشف هذا الشي أو أنت متأكد منه ولكن الحد الآن أنت ما لازم شي بإيدك فأشوف عندك طاقة بحث لفترة الجاية طاقة مراقبة بحث للشريك لأنه عندك شك أنه هو بالفترة الحالية أكو طرف ثالث موجود بحياته أو يشكك بمحل لا راح يكون وإنت راح تكتشف هذا الشي لأنه هنا سيفن أوف سورد مقلوبة فهذا الحرامي انكشف الورقة انقلبت بعد فالفترة الجاية أنت راح تكشف سر عن الشخص اللي أنت حالياً قاعد أتدور وراه الشخص اللي وراك أشوف أنه أكو شخص منسحب عنك شوي عنده عواطف مكبوتة تجاهك ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي أنت حالياً قاعد دور وراه لا على الأغلب أشوف هذا شخص جديد أو ممكن شخص من الماضي وطالع من حياتك صالة فترة ودراقبك من بعيد بس هو متردد أنه هو يتقدم خطوة تجاهك ويبدو إياك بداية جديدة أو حتى يطلب منك بداية جديدة أشوف أكو هنا عواطف مكبوتة بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول أنه هو يجي يحكي إياك الفترة الجاية بس للأسف أنه أشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط لأن أنت راح تكون بيه مجروح أو دتعاني من انفصال مؤلم فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم أنت مريت بيه أو دتمر بيه حاليا فلها سبب أنت يعني سبحان الله هي الأوراق قاعدت السرسل القصة انقرت بس من الطاقة العامة أنت دا تحاول تدافع عن نفسك تحمي مشاعرك وما تنطي فرصة أنه أنت خايف أنت مثل ما قلت لك أنت أريد يطالع من انفصال مؤلم أكون انفصال مؤلم وحاليا أنت بطاقة الشفاء دا تحاول أنه تستجمع نفسك وده تحس أنه أنت مو غير قادر على أنه حاليا تبدأ بداية جديدة أو تدخل بمعركة ثانية لأنه العلاقة اللي أنت تشنت سابقا بها كانت علاقة متعبة هوايا تطريت تتحارب هوايا تطريت تتواجه ناس وهوايا حاولت أنه تحافظ عليها ولكن بالمقابل الشخص اللي أنت تشنت تحاول تحافظ على علاقتك وياه هو كان مقدس ثقة لأنه أشوف أكو طرف صالح هنا موجود بين ناسكم والانفصال اللي بينكم مؤلم فلها السبب أنت خايف أنه تفتح قلبك أنت خايف تنجرح مرة ثانية يا برج جوزاء عندك مخاوف من الرفض أو مخاوف أنه ترجع تنعاد بيك الأشياء اللي صارت قبل فلها السبب أنت تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك أو مخاوفك وقلقك عندك مخاوف أنه أكو شخص راح يخونك وكل لحظة أكو شخص راح يتركك حاول أنه تكمل فترة الشفاء اللي أنت بها لا تتردد حالياً أنه يعني تاخد خطوة جديدة أنا شوف فترة أخذ فترة استراحة مثل ما نقول حاول تطلع من الألم اللي أنت بيه تكمل استشفائك وبعدها أبدأ بداية جديدة وهي الشخص اللي جايك هس أنا فصلنا الوضع لاتفي قبل منهتة الأملي خلونا نتقل للصعيد العملي الصعيد العملي برج الجوزاء أشوف أنه برج الجوزاء البعض من عدكم ممكن قبل ما هاي الظروفة تصير شنة منتظر عمل أكو شغل ممكن أحد شان وعدك به وشنة تشتغل أكثر من شغلة في سبيل أنه توفر مصاريف البيت إذا شنت أنت مسؤول عن عائلة طبعا لأنه قراءة عامة فممكن يكونون أكو رجال أيضا متابعين للقراءة فشان أكو عمل ببالك أو ممكن حتى عملي شنت تتحاول تشتغل في سبيل أنه توفر احتياجات المنزل بالفترة الحالية أشوف بعد الظروف والحظر والمعرف أشوف أنه أنت حاليا ما عندك شغل أو نقول يعني شغلك في تراجع قاعد يتراجع 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 هذا الشي دي يأثر على نفسيتك هو يودي يأثر على بيتك على مصاريفك فده أشوف عندك تفكير كل شيء شبير بالعائلة والبعض من عندكم أشوف أيضا ممكن شان عنده بيع يعني يريد يشتري عقار أو حتى يبيع يعني كشراء منزل أو بيع منزل وبس هذا العقار اللي موجود حاليا أنت هوي قاعد تفكر هوي تريد أن هذا الموضوع يخلص ويتم بس ما قاعد يتم قاعد تصير تأجيلات ولا تأجيلات تأجيلات ولا تأجيلات فإذا شنت أنت عندك نقلة إذا تحاول تنتقل يعني فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشي محبطك وإذا شنت ناوي أيضا تشتري هم هذا الشي متوقف فعندك طاقة إحباط بموضوع يخص منزل أو ممكن حتى إصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس أنت ما قاعد تقدر أنه تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصارف اللي موجودة عندي طاقة بيته هنا أنا طالعة فممكن أنت تكون حاليا يعني تفكيرك وتركزك الأساسي على البيت موضوع بيت سواء كان إصلاحات أو شراء أو بيع هذا الشي أو حتى نقلة من مكان للمكان أكو نقلة ولكن قلت لك أكو شوية تأخيرات الأمور خلال 6 أسابيع إن شاء الله للناس اللي منتظرين نقلة أو يعني كعقار مزل خلال 6 أسابيع أشوف الأمور راح تبلش تتحرك وأريدي أكو موجودة نقلة فأكو نقلة إليك خلال 6 أسابيع هسا خلونا نيجو على الصعيد الصحي على الصعيد الصحي أشوف برج الجوزاء لبعض من عندكم قاعد يعاني من ألام بالأقدام ومأثرة عليها هواية وأيضا أشوف البعض الثاني بالنسبة للنساء أشوف أكو حمل أما أنت حاليا حامل أو راح يكون عندك حمل بس الحمل راح يكون متعب فاللي مطلوب منك بالنسبة للبرج الجوزاء النساء الحوامل المطلوب من عندك أنه تحافظين أو ديرين بالت على نفسك خلال هاي الفترة بأي مواضيع يعني بمواضيع تخص الحمل والولادة فممكن أنه أما أنت كنت يحامل وهذا على الأغلب أنه أكو بعض النساء حوامل حاليا فهذا الشي دي نطيك إشارة أنه خلي بالك من نفسك هاي الفترة وحملتك شوية راح يكون متعب بالنسبة لك إذا كان حملت جديد فأكو حمل متعب راح يكون اللي يريد من عندك يعني إن شاء الله يعني خير لا تخافون بس أحاول أنه تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة لأنه هنا قاعد أشوف متعب على صعيد الحمل هاي بالنسبة للنساء وللصحة أما بالنسبة خلي نشوف الوضع العائي لبرج الجوزاء برج الجوزاء على صعيد العائلة أشوف أنت ممكن عندك خلاف ويا أحد من العائلة كأن يكون أخ أو أخوت على الأغلب يكون أخ صاير بينك وبينك كلام أو ممكن هذا الأخ أو مشارط أخ يعني شخص من العائلة ما أخذ منك حق أو أنه حاج عليك شي ظلم المهم قاعد أشوف أنه إلك حق يم شخص من العائلة وأنت نوعا ما مأيس أنه هذا الشخص راح يرجع لك حقك منتظر من عنده أنه هو يجي أي صالحك أو حتى يرجع لك الحق اللي ما أخذ من عندك ولكن هذا الشخص أشوفه شوية كلامه حاد فاحذر بعض النزاعات مع الأخوة خلال هاي الفترة يا برج الجوزاء وخاصة على الأشياء ممكن أن يتخص نقول أوضاع مادية كورس يعني أشياء تخص المادة بالذات فأشوف أكو أحباب عندك من ناحية هذا الشخص اللي موجود بالعائلة بس الأمور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص أكو شخص راح يدخل ممكن تجيك رسالة وراح تنحل يعني هي مشكلة ممكن راح تصير طفيفة بس تنحل بعدها لا تخافون خلونا هسا نيجي بالتفصيل على الوضع العاطفي حيثنا هوايا نحن ببداية الفيديو على الطاقة العامة هسا خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين المنفصلين قاعدة أشوف أنه أنت تريد تبدي بداية جديدة ولكن أنت ما عندك القوة أنه أنت تبدي بداية جديدة ما عندك القدرة أنت مواثق من نفسك زيادة نفس الوقت عندك مخاوف أنه أنت تغامر بالفترة الحالية أكو تردد ممكن أكو أشخاص حاليا بحياتك موجودين دايحاولون أنه يتقربون من عندك ولكن أنت مقاعد تعرفش تريد أكو هوايا أشخاص خاصة بالتواصل دايحاولون أنه يتواصلون وياك دايحاولون أنه يتقربون من عندك ولكن أنت طاقتك العامة أنت ما قاعد ما قاعد تقبل أنه هذول الأشخاص يدخلون حياتك لأن عندك تردد عندك مخاوف عندك عدم ثقة بسبب أزمة مريت بها من الماضي ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي طالع من حياتك صار لفترة ممكن ستة شهور ممكن ستة أسابيع هذا الشخص من راح أو من طلع من حياتك ما طلع من حياتك كبسهولة لا هو عرف أحد عليك وأنت والردي عرفت أنه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشيء اللي يسبب لك عدم الثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية أنت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية نفس الوقت أشوف البعض من بلد الجوزاء حاليا قاعد يحاولون أنه يرحون منح الاستقرار منح الزواج أنه هو ميريد بعد يبقى سنجل ميريد يبقى يدخل بعلاقات فاشلة يطلع من عندها مجروح لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقة هو دا يريد علاقة تتكلل توصل للزواج علاقة جدية علاقة غير متعبة عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق علاقة كانت كلها تعب كلها مسؤوليات وكان بيها طرف ثالث موجود وانت عندك علم بهذا الطرف الثالث واذا ما كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف بس على الأغلب انت عارف وهنا أنا عندي أوراقه أنه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشخص هو كان متعبك بالعلاقة مأثر عليك ويجرح بالكلام هذا الشخص يجرح بكلام ما يحب يسيطر يعني يركز على العيوب أكثر من المميزات يعني شخص سلبي إنسان سيء شيء ما متناسب ويا عمره ممكن تكون طاقته شوية كبيرة هنا نطال عيمي نطال عيمي طاقة الكوين طاقة تينوفون فهو يعني من تشوفه هو شخصية وشخص تعبان على النفس ممكن عنده مسؤوليات ولكن هو نوعا ما أشوف أن هو يجرح بالكلام ما هو بالكلام يحجي بصورة حادة وجريئة ويركز على العيوب ممكن هو يحاول يقلل من ثقتك بنفسك أو يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك عنده هكي طاقة أكو ناس يتقلل من قيمتك وتزغرك بعين نفسك في سبيل هي تجي تسيطر عليك حتى أنت تقول أوه هذا شخص قاعد يحجيو يا وهو هكي و هكي شايفني أو أنه يقنعك أنه أنت بيك خطأ يقنعك أنه أنت مثلا ما تستحق أنه ينطيك قيمة عالية وبعدين هو يجي ينطيك هاي القيمة ويسيطر عليك بها طبعا هاي شخصية الإنسان النرجسي وأساسا هنا إذا أشوفوا أنه العلاقة مالتكم علاقة بها كارما كانت فعلاقتكم كانت تدور بنفس المكان كان بينكم أكو طرف ثالث مأثر على العلاقة والطرف الثالث هنا هو امرأة طالع يمي موجودة فأما هذا الشخص ممكن نكون متزوج أو تركك وراح تزواج فأنت هذا الشي متعبك بس اللي قاعد أشوفه أنه العلاقة اللي بناتكم القدر توقف عن دعمها فحتى هذا الشخص إذا رجع مرة ثانية لأنه أنا يشوف أنه راح يحاول يتواصل يتواصل هاي الفترة حتى لهو كان بعيد بس رجوع ما راح يتم يعني راح ترجعون حتى لو حشيته فترة راح ترجعون تفترقون لأنه القدر توقف أنه يدعم هاي العلاقة العلاقة هاي توقفت خلص انتهت بس أنتو اللي قاعد تحاولون أنه تمشيوها هنا ودتقنعون نفسكم أنه ما كوش ينتهي هو داي يشوف أنه ما كوش ينتهي هو منتظر فترة ممكن أنت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي موجود ولي راح يظل أساساً موجود وبعدها راح يحاول يجي يحكي ويصالحك يأثر عليك بكلمة كلمتيان يعرف أنه أنت عاطفي وهو مأثر عليك أساساً وموصلك الطاقة أنت ما تقدر تبدو بيا شخص صغير أنه هو شخص المناسب وهو بس هو اللي يرايدك وبس هو اللي يمعبرك مثل ما نقول مع أنه أنت قيمتك أكبر بس هو يحاول يوصل لك هاي الفكرة في سبيل يبقى مسيطر عليك وش وقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية ببيناتكم يعني يرجع يحاول يضلل عليك ويرجعك إليه فهذا الشخص النرج يسيلي موجود اللي عنده طرف ثالث بحياتك هذا لي تنطي فرصة أنا يقول أنه التركة و أنت متردد أنه أنت تبدأ حاليا بعلاقة جديدة وأني أساسا قاعد أشوف أنه أنت من الغلط أنه تبدأ بعلاقة جديدة هسا فتروع وأخذ فترة علاج لحد ما تحس نفسك أنه أنت يعني حتى الناس تحبك وأهم حب هو حب النفس فما قولك تصير أناني ومغرور بس يعني حب النفس شرط لازم تحب نفسك تقتنع بها حتى المقابل يحبك لأن نحنا كلنا طاقة فأنت هسا الطاقة اللي تصدرها للناس أنه أنت شخص ما عندك ثقب نفسك شخص مهزوز فبالتالي رح يجيك شخص هو قاعد يدور على هي طاقة رح تسحبه ما رح يجي هذا شخص إليك رح يحاول مرة ثانية يسيطر عليك رح يصير بك نفس الشي اللي صار وياك ويا هذا الشخص رح يحاول يرجع مرة ثانية هو يسيطر عليك سيطر على مشاعرك وبعدها رح حمي تركك وراح تكون بحالة نفسية أسوأ من قبلها فأول شي يحب نفسك راجع نفسك رجع ثقتك بنفسك حاول تسوي أشياء عز الثقة بنفس خلال هاي الفترة بعدها ادخل بعلاقة وكمل حياتك طبيعي ولا تنطي هذا الشخص فرصة في حال رجع لأنه أنا أشوف هو منتظر ومراقب حاليا احتمال يتواصل لياك عن قريب ففي حال تواصل لياك هذا الشخص اللي أشوف أنه تقطع فورا لأنه هاي العلاقة توقف القدر عن دعمها شيء لازم ينتهي يعني صفحة لازم تنطوي خلاص هسا قبل ما ليني القراء خلي أقولكم الأبراج اللي طلعت لي برج الحوت طلع مارتين برج الحمل عندنا هنا برج الثور برج الأسد برج السرطان برج السرطان مرة ثانية الطاقات اللي كانت موجودة هي طاقات مائية ونارية هوائية ترابية قليلة جدا يعني بس عامة الطاقات هي كانت نارية ومائية كل التوفيق لكم برج الجوزاء إن شاء الله القراءة جاية يشوفكم وبوضع أحسن وبحال أحسن وتبدأون بدايات جديدة وتذكروا دائما الحاجة اللي قلت لكم إياها بالبداية حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك لأنه إذا أنت ظليت بهذه الصورة المهزوزة اللي ما خذها عن نفسك ما راح تلقي الخيار المناسب ما راح يجيك الشخص اللي أنت تنتظر راح يجيك شخص مثلك يحاول يسيطر عليك وتعبك فقط فحب نفسك أولا وبعدين فكر بالنسبة